يعني أنا فيني إستأجر بيت بالضحية بسولي 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 يعني قد بدك تجيب أولاد في عمري يعني إنتي إذا سكتني بحي ماضي حتسيطرة حي ماضي يعني هلو الأدن اللي حبيبي حينزل الصبح يلاقو في كامة أولاد شيعة مقال له لاغ هذا مسيحي أبن المسيحي اللي عالي لقد قمت بحياتي صحبت صحبت محمد ديخ وحسين قاوك ولكم تسردي لشابه اللي ما بيعرفوكم عنا نحن الثنائي الشيعة الأصلي قدامنا مش 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 الثنائي هيدا اللي منعرفه بس الثنائي الثاني مش الثنائي الأول الثلاثوري محمد انت كتب سيناريو كاتب مخرج ومثل مفروض لهلا مفروض لهلا ممكن نصير ويتر بعد بوك صار لك عن تشغل بالمجال عشر سنين ولحدك حسين قاوك كمان نجم مثل منعرفك من السوشيال ميديا منعرفك كمان برنامج شو الوضع انتو اتنين ساركم عنا تشتغل على البرنامج انا وميدا صنعا بحضركم زمان انا بحضر السندب طبعك مقدرت احضر المسرحية طبعيتك بس هي شو كانت لعله وعصى في لعله وعصى في عاب بقول اسماعيل انتحر وفي كل شي طبيعة كل شي طبيعة عبدالله فيه انت مسلت فيهم انا مسلت باتنين منهم كل شي طبيعي عبدالله انت انا عمشتغل مع حلقة تانية اوكي في صفة بعدين كمان تانية بيئة معينة وصفتك فيها هي شو هي قائد الحملة تشويح قائد حملة تشويح البيئة تشويح البيئة تشويح البيئة بيئة المقاومة هلا انت كمان يبصفوك بزيت الشيء احباين عليه انا انت هي اللي من ورا أعرفته هاشل اللي بيجي اللي من ورا يعني عم يأتفل يصير كاب حضن بوز المدفع حضن بوز المدفع هل لك هذا المصرح مش نحن مستعملون في صحفية وأنا بشدد على كلمة صحفية اسمها زينب حاوهي وصفتكم بهذا الشي لأنه طلعت مقال بس بيحكي كيف البرامج الساخرة هني عم بيأزوا صورة المقاومة وقتها بجلت الدنيا لما أنتوا عملتوا برنامج بعقد اسمه شو الوضع وخربت الدنيا بجريدة الأخبار بجريدة الأخبار مش معقول شو صار وقتها بالزبط يعني كيف سمعتوا عن الخبر وكيف هذا بحكي أنا قائد قائد الحمد هي إذا بدك بلشت أول شي بلشت على تويتر شوي شوي قبل ما تكتب زينب حاوي قبل حتى إيه أنا بلشت على تويتر بشكل غريب يعني يعني فيه ناس حللت على تويتر بطريقة إذا بتجيبهني حلوا الاقتصاد اللبناني بحلوا أزمة الضل خلاص المقطع ومقطع وهون شو قصدوا وهون لوان فات وهون شو عملوا بيلحقوا يعني بيكتب شوي وبيلحقهم بفيديو ثلاث ثواني أربع ثواني بس كان الترنيك بوينت للموضوع أنه تحول من مطرح أنه كنقد إذا بدك لمطرح يصير تحريض هو المقال لأنه العنوان طبع المقال اللي هو قائد حملت تشويه بيئة المقاومة وقبلسة بيئة المقاومة وصفقت صورة لإلي أنا خفت بس شفتها يعني كيف إذا حدا بيشوفه أنا مش عارض يعني كتير فشل لطبع الفوتشوب اللي عاملين يعني كتير عاليين بكلاريتي على الآخر نحن نحن ما بنافهم بالفوتشوب والشيطان الأكبر هي فكانت بمثابت هي أنه تحريض هون فتنا بالتحريض وبلشت عمليات السحل على الفيسبوك والإخبار كيف بدت تبلش طريقة السحل من وين لوين وكيف تربطوه بشعراته مش معاومة متفنين ببعض المطارق بسحبوه من بير العبد للصفير في إيه في كوردن تقطع حجز الكنيسة في حدا كرهاني لدرجة كان بدي يسحلني بالضاحية والإبقاع والنباطية وأنا طعني من أول الشيعة للآخر بالسيارة سحبني بخلص أني سحلوا الشمر فعلياً أيام الحساني خيل أنت عم يشبهوا للشمر صار واحد كوميدياني عم يحكي الواقع صار عم ينسحل مثل الشمر اللي قام بالمعركة بس من ورا شو؟ بقى فسروا للناس شو صار لأنه أنه بسكاتش نحن ورا سكاتش خلي محمد أحكي عنه أنت رسكاتش ماذا لك أنت أكلت بسكاتش يعني وحطوا عبوز المدفع فضل عراسي يا قدمي هو فعلياً بيصير معي باللال ممرض نفسي طبعاً أنت كشيعية عم ضاعة بالبيئة عم تروح شمال يمين بين حزب الله والحركة وبين الشيعة وبين الأهل وكذا قلت يا خيل إذا نحن بنطلع على التيفي وأنا بكره ربه للتلفزيون أنا كمان أنا ابن سينما وابن مصرح بس قلت إكس بوجر للموفي فقلت هتلى أبو حمادي هتلى نكتب بسكاتشات بتعش يعني كل جمعة تكتب أنت 13 سكاتش يعني تخبط رأسك بالحيطان تحاول تشرب خمر تحاول ما تشرب خمر تفوت بهذه الدباجة تعلق مع رفقاتك أنا عم بكتب حلو والله خرا وكذا لوصلت أنه هتلى أكتب بسكاتش وما في غير رفقاتي حسين وخي حسين ومحمد عبدو وهو البوطة اللي هني بيقامنوا أنه هدا شو ما حكى لو جريء نحنا معه على الميانة فكان أول سكاتش هدا عشقانه أنا عشقانه عشق أنه قاتل مأجور وجاي واحد يعطيه مصاري بدي يقتل الشخصيات من الأحزاب لوصلنا وقلنا عن الشيوع وعن المستقبل وعن الحركة وكذا بس سؤالي كمشو خبرية أنه الدولار صار لألف وخمسة فمات سكتي قلبي لأنه بتكون قلة تقوته شرائية لأنه صرر قدام عيوننا أنه أنت كنا بمحل تليفونية شاب صاحبنا وفعلا نزل الدولارة 13 ألف في نهار عم يفوت على المحل عم يقوله 13 ألف يا خي عم يموت يعني قمت أنا قلتي يا خي هذا الواقع وأنا كل عمري أنا وإحسان ننقل الواقع على المسرح ولا عن سكاتشات ولا بالسينما فأنا قلته مثل ما هو وإحسان بتنسل كذا أنت لازم تاخد دور قاتل مأجور يعني تخيل أنت قاتل مأجور شو بدأت تعمله بالكاركتر لأنه إحنا اللبنانية بالتمثيل مش فهمانين شو يعني كاركتر أصلا يعني تبتلقي الممثل اللبناني هو ذاته بستة آلاف ممثل سلسلة مصبوط عرفت مش معقول يعني ولا مرة برمضان خاصة هم تشوفوا كذا مرة هو هو ذاته هو ذاته يعني ما مغير ولا شيء لا عيون يا خيش بس عم يال شو طب بوجهك بس فمثل إحسان الدور وإحسان الثاني مصال الدور وكان سكتش هك دارك بحق 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 الشيع اللي بيقبط دولار فعليا يعني فيه شيع ما بيقبط دولار عرفت وصار اللي صار إنه أسكم الشهداء دقيتوا بالبيئة بلشت تفوت من هيدا الزواريب يعني مش معهم أنتو أسكن الشهداء وأسكن الجرحة وهو دي ناس قدموا وهو دي ناس قدموا وإحنا مش هيدا يعني مش لهون رايحة الأمور وحتى في ناس بلشت تتضخم بالمؤامرة إنه أنتو عم تعملوا مؤامرة صليمية مؤامرة أمريكانية تلفزيون الجديد اشتراكم نحن نسمعها هادي كمان عصار دي لتوصلوا قصص ونحنا يعني ما يخدينا قدمة بدك الأمور ببساطة وفاهمني إن شاء الله بس أنتو كمان عاشتو كل حياتكم بالضاحي انتو بارك بالضاحي أنا صلي سبعة شهر بفرن الشباب مبروك عم نقلي مش كرميل البينامج يعني لا أنا اللي نقلني من الضاحي هو ستارنا الماي بس والله هو فعلا يعني طوش الله اللي خلقني إنه معوض ستان الماي نسمه اللي بالشارع عنا خي موظف بانك موظف ديليفوري كذا إنه كاتب قاعد بالضاحي بيقعد بيكتب وبيطلع ستان الماي الصبح الضهر ونحنا رب مفروض إنه لازم تكون جاي الماي مفروض مفروض حدا يكون مسؤول عن الإعاشات مسؤول عن الماي كمان فإجت هذي زينب حاوي كتبت هذي المقال ياريت اسمه زينب حاوي زينب كان أسكس كتبت هذي المقال إنه تحريد وحكيت عن الشيطانة وحكيت كيف أنت أنت كنت عبوز المدفع شي مرة طلعت فيه مثلا لمحمد لقد ترى ليك خي إنه ليه حطيتنا بيك موافق أو ليه أنت لا أبدا أول شي محمد ما هرب منه الموضوع بعد حد بكل التفاصيل اللي مرات فيها بالمقابلات بمحمد حتى يعني إذا بدك هو دست نبض الشارع عبل ما أنزل أنا يعني قلت شو أنه هو نزل كان عندنا رفقاتنا عندهم محلات بالضاحي المتردد لعندهم محمد نزل لعندهم قابل وصار يشوف الوضع كيف إذا في حدا بده يقزي أو حدا عنده قابلي يقزي فهو حط حاله إذا بدك ببوز المدفع بدالي يعني كانت في هذا الوقت مريضه بالبات فهو كان ينزل يشوف الوضع كيف ما قل له نزل معك صفايرة أنت اللي عم تخبص صفايرة يا عمري ماش يعني كان معي صفايرة وملتعن أبو اللي خلفني بالفارشة بعد اللي هلأ ما بشرب من وراء زي أي أني أنت يعني أنا صارت صفايرة متل مرض مزمن عنده محمد مش آه هاك بيخد الميكرو معي أخطر من كورونا آه فكان هاك لا أولا مرة بكل هالفترة يعني صديق عمري هو أول شيء ورفقه من عشر سنين ومرئين مع بعض بكتير قصص خرة فهيدي من القصص الخرة اللي هتكون ذكرى حلوة يعني ماكسيموم بالأهوة بيقولولك أو بالمحلات اللي ترددت عليها إنه شو عاملين يا أبو أحمد أنا شو حكين يا أبو أحمد بتعود تحكي أنتو يا بيقولك أما نحنا عارفينكن أنه أنتو عم تنقلوا الواقع يا خي يعني ما نحنا خلقنا شي مش موجود حتى بس كتش الإمارات لمديرة البرامج اللي ما عارفي شي من شي يعني هو هاي بالدولة هي مشكلة مع الدولة يعني إنه عم يقطع الإيراني والجزاء مش مشكلة مع الإماراتي شخصيا يعني بالعكس بيعتقد الإماراتي انبسط إنه وفاة بسلاحه على لبنان وما حدا قاله مرحبا وحزب الله ما تعرضوله بإنه فشخة يعني صيدة وكذا بس هني قاموا بهالخبرية بس لحتى إنه يابا إنه نحنا منقرر مع إنه هني كانوا بس قرار إنه أي متى منحط يا عم يحضروا السكاتش مع إنه تبقى كان فيه ناس بقلب الجديد منه مدير البرامج وقالت له يا عم هذا السكاتش مش خطير إذا كنت تحكوا على الجرأة سكاتش علوية لما عامل ملاك وعم يحكيون لهودي إذا حضرتوه كان فيه وحدة على أني تيزة صح والشرع فعليا أنت بدك دق إلى الشرع لتقرري إذا تنقذي عايات وحدة لحن نكذف يعني إنه خلاصنا يعني فهيدا كان أجرأ من هيداك بس إنه بس لما بيجيبوكونا على الجديد أنتو نقلتوا من السوشيال ميديا مع سكاتشات لك أنتو تعاملون على الجديد كانوا عارفين أنه المحتوى ما حيتغير عارفين لأنه ما غيرتو شيء هني قلوم سقف عالي أنت سقفك عالي أتاري سقف عالي بيعلوها الطاولين ورحتو عند وتعرفتو علي لست زينب عن جو معلوف أنت كنت ناسين رح قد ما كنت عم تحكي لأنه لأنه صراحة كنت عم قول أنه أنا بحياتي ما هطلع مع جو معلوف إلا إذا بي سفاقة بالفأس لأمي عراسة وطلعت صلاحهم أنا عرفت شو مطلعنا مع جو معلوف يعني والصبي زينب عم تضحك قبل من فوت يعني قبل ما نفوت على المقابلة عم تضحك شو ما حكينا طب إنتي لجي عملت هالبلبلك الأتاري شكلك حدا دافشك أنك تجد بهذا الشيء 100% لأ وكانت عم تعلق كمان على التفاصيل لأنه بس تتسير بدأك تخبر نكتي وتفوت بالتفاصيل خلص بتفرط النكتي طبعا يعني أنه في شيء اسمه نوانس بحياتي نكتي عن جحة مثلا أنه مدري شو والبقرة والإخبار وقال لك شو أصدك بالبقرة أنت وجحة كان عم يجرة من وين للبقرة لا يوصل يا عمري ما حرقت دي كيني بطنطاق بالحلقة أبدا أنا كنت لأنه سلبية سلبية الهوى ما أنت عساس ربيانين على الإمام وعلي كان إجابة والنبي محمد كان إجابة والإمام الحسان كان إجابة هالسلبية كلها من وين أجت بالضاحية يا أخي هيا مش من الشعب أبدا مش من أولاد الضاحية الهدد بكتارف هذا الموضوع ونحن هلا بننزل على الشرع بالضاحية على الموتسيك اللي بنكون عم نبرم بنتوقف على الموتسيك لأن في أوقات الناس بنأزونا بس قد ما بيحبوا علي علوية جسفك جملة شوفي يا غاية بيعمل لك جاء أنت وقاطع تلوز يعني واحد نصح كتير كان قاطعين على الموتسيك تخيل بعدنا عم نسوق الموتسيك لأنه عباننا نضل أنه نشوف لأنه هو ناس بعقده يا أخي هو لا الدين بيهمون ولا السياسة بتهمون عباله وبعد يطعم أولاده ويمبسط وبيمزح وبسبسب وبكفور وبينزل الله وبطلع الله بس يشوفك بيحسك عم تحكي هو شو عباله يحكي فعليا يعني يوقفك بالشارع ووحد نصوحة لهذه سكن لك طريق يقول لك شوفي يا أبو أحمد فبتحسها دحها يعني أو يجي يكون على الموتسيك وقفوا على وهي بيأرضك بعدنا بيحكوك بلغتك يعني أنت اللغة اللي هم تحكي طبعا بيرجوا بيحكوك فيها أنه ما فيك تكون معا فوقا هم تحكيهم بنفس اللغة هم هم تحكي فوقية معلمة إذا قلت له شوفي يا أخي بقل له شوفي يا أخي للناس اللي ما بيعرفو كون أنت عالي عالي العلوية هو بحمد وقصراني شباحا لهم لا لا أنت ما منشوفك كتير متشوف إيدا بسكتشز وكماني بيكون دركة أمرار أتمنى هيدا لا أب جديد جديد تحية دركة أنا تصور معك كلها العشر سنين دركة يتكوني ماشي للجارع يا دركة اتحكوا أنا بحب الدرك كتير متفين أنا بشوف دركة يعني بحب أعبطه وأغمره من العشق طب صارت هذه المشكلة طب إذا فينا نرجع على وراء كنا نقول أنه أنت ببلشت الشهر وصولكم عشر سنين حدا عشر سنين كيف ببلشته بالفن وبالإخراج عبدخن سيجارته وأنت فيك تحكين خبره أنه أنه أنت أوطى واحد بهالقصة أهام ألا أنت جيت لعندي بدنا تتضوق صحيح يا عمري هي صارت كيف أنه آآ كنت أنا بالجامعة وأنا مني اجتماعي بالمرة كنت أيام الجامعة وقرعتني وكنت أقرع هذا الشهر مكهن مكهن وكان وجي هالقد جلبوت جلبوت نحك كيف بغض النظر مش هنحكي عن شكل محمد في الجام كنت ألبس فاستات وكنت سكسي هيا مش بالفاستات ألا أنصحت شوية بس مش فاشكة فكنا بالجامعة هلا أنا بحب المسرح من أنا وصغير بس ما عندي الجرقة أني أطلع على المسرح وقابل عالم ونشوف أو فوت بهذا الموضوع أصلا ما عندي جرقة أيام الجامعة كنت أقول مرحبا لحد ما عرفت كيف هالقد كنت أنا كما كنت أجتماع ويدخل لكي كتير بدخل يعني وعلى حدا يقرب عليه خرق خرق ميت ميت إجا شقلني مطرة بس أنا طلعت من خرق هذا الحب طبعا كان في معه جروب وعم يعملوا مسرحية أيام الجامعة وكنت أنا ما بعرفة لمحمد بس في شخص معه بالجروب بعرفه وبعرف كنت الجروب كله أنه يعني كان في أهلان ومرحبا وكانوا يعرفوا أنه أنا شخص بحب التمثيل أو أنا عندي potential أني مثل بس أني كانوا جماعة واطين بسبب ذلك أنه حركات شباب جامعة أنه ما قالوا لي أنه هذا بيمثل بلش ويشتغلوا عن مسرحية وكان ما عن شاب بس هو اللي بعد فيه تواصل بيني وبينه كنا رفقة آآ فبيجي هيدا النهار بيجي بيقول لي هيدا الشاب أنه محمد عم يعمل مسرحية بس بديك تحضرني بـ إذا أنا شغلي حلو ولا لأ والاخبار قلت له نسأل محمد أبو هيدا من أمتى؟ هي عم بيحكي من شي عشر سنين أو أكثر أول شيء ألفان واتناعش بالزبط كنا بجامعة الايو الايو جامعة حركة أمل الدولية سليم اسلام فقلت له سأل محمد قال له محمد أوكي فتا تحضرت البروفا بآخر شيء محمد كان عم يحكي بسط عالي أنه بعض ناقصني حدا يستلم الإضاءة بالمسرح والاخبار وأنا عشق المسرح بدي أنزل كيف من كان بدي أنزل قلت له إذا بدك أنا بستلم الإضاءة نفس الوجهة شفته قال لا إذا بدك أنا أنا بضويلة يعني فقال إيه يا رات وهيك والاخبار قلت له إيه أنا بيعمري مش شغل إضاءة المسرح يعني مش شغل مش بس مش شغل ما بيعفش يعني ميكسر إضاءة يعني هو لما شاف الميكسر استحى يقل لي أنه أنا حمار به هالشي أنا هم بطلع بوجه عارفه حمار به هالشي بس في شي بتحس أنه يقبرني قلب لك ما أحليها الإنساني خلاص يخبص مع أول مسرحية حخبص أنا فيها يعني فنزلنا كان مسرح بابل قبل ما يسكر للأسف تاكلوا الجرادين هلا ها فنزلنا لتحت بلش بروفات وبنهار عم يعمل بروفات صار مشكل بينه وبين فريق العمل تحت أنا قاعد فوق على الميكسر كنت وعم متفرجع على المشكل بس عم متفرجع محمد كيف يعصب وهو كتير شكله بس يعصب حتحبوه يعني تحبوه كتير يعني فكفر وخبيط على المسرح حوالإخبار وانا بس عم راقبه يعني شعم يعمل فنزلت لقيته قاعد فلوا هن من حده كلهم ما حدا كانت تاني يوم العرض كان المفروض انه يرجعوا يزابطوا الأمور اني شايفين انه هذا الفص لأول سنة بالقلق يوه جاي يعمل مسرح انه ميناء الخارة وانا فعليا بكتب من زمان اصلا بكتب شعر كنت اكتب شعر للمقاومة قديما بينه وبين نفسي يعني وابكي بحرب تموز فعليا نحنا كنا بحمص بحرب تموز فلما شفته عامل المشكل وهيك بدي يروقه بشي طريقة معي فقلت له انت عارف حالك كيف كنت عم تعمل لما عصبت قال لي كيف قمت قلته بالتفصيل كيف صار وبلشت الصداقة من هون موتني ده فيوما ما مات باي احد الممثلين وعننا عرض عمصرح اسطنبولي بطان هو المصرح مات باي احدى الممثلين مين بدي يمثل دور الكاركتر السني عفكرة اول كاركتر مثل ومعي كاركتر سني فمين بدي يمثل قلت له حسون بتمثله انت دور قال له ايه قلت له بس انت بدك تعطيني ايه للدور من عندك تخلق كاركترز من عندك فاول شي عمله اللي هي دقيقة تتوقنا ده السعدان اللي عامل هيك هو السعدان قال لي ايش هيدا الكاركتر في مطرح انا بقله انه اذا بتعلق معي او شي فبيعمل لي هل هيك غميط ضحك فطلع مثل بدل الشخص اللي توفى بايه كسر الارض العالم صارت عن جد غير لي مجرى المصرحية من وقته وصار مشاكل على المصاري وصار اقول المصاري على البيئ والاخبار انا ما كنت فكر انا بالبزنس بعدني الهلا المصاري عندي ما بعرف المئة الف اذا بدي تصير مليون كيف بدي عدة يعني على قد بعيد عن هيدا الشي فكان هو الوحيد بعد ما كله نقام وضدي وصار بدي ياخده المصاري والاخبار ما بده ونكمله العرض الوحيد اللي وقف معي هو حسين او الاجرخ بالمصاري وخلينا نكمل نحنا بعضا وفعلا الله ما بطيقه هلأ ومشينا مع بعض دبحنا منيح بهالفترة 13 سنين قطع مشاكل اه في مره علاناش شهران وبدو يجيب للمخابرات الجيش هدكتو هدكتو المخابرات الجيش المخابرات الجيش بيسحبوك من بايتك اقول له اكبر راس انا عرفته انه من ضحي على القليل يعني وهو السكتش اللي بلشتو تعملوها على السوشال ميديا على العلوية كيف اخترعتوه وكيف كان البروستس فو از بدك ايجا بفترة الكورونا معاك اه عن يأس عن يأس يعني كانوا انه كنا مبلشين بمسرحية عم بقول اسماعيل الطحر ما اخدت حقها على المسرح بلشناها بلشناها زبادكم بسبعتاش تشرين اه كان في قنابل على المسيلة على العبابة مصرح المدينة وكان المسرح فل ايه وفعلا وطلعت العالم كفت بالمصارف يعني المصرف نزلوا على المصرحية وكان شيء رائع كتير ايجابة مع انه اصحاب مصرح المدينة ما بعتقد بسطوا انه ما بيشوفوا ياخي بالنهاية مصرح بديو ماشي الشغل والا عنا شغل مع ان احنا رفقاتنا كتير اللي بيشتغلوا بالمصرح بس انه نحنا مع نضال اشقر مش رفقة اهي ما بنعرفها ولا مرة شايفها بحياتي انه بسمع نضال اشقر بس انا بعرف له اي بعرف حمد فرحات بعرف صلاح هوا رفقاتي يعني هوا هوا دي اللي اساسا شجعونا اه شو اسمه لمثل مع زياد سامي حواط اول مين قالنا كلمة علقت براسنا انه لما كنا ننزل نحنا وزياد على المصرح كنا متل كنا هيك عشر خمسطعش ننزل نسرر المصرح ما قبضينوا جد بعمرنا ما قبضنا الخبرية جد لانه بحس اللي بيقبض الامور جد بيفوت مية بالمية معا كنا ننزل نتسله نعتبر انه تسلهي بس يعني حاطين الروح ننبسط اي بس اكيد خلص عارفين وين يعني عارفين وين نمزح عارفين وين انه هلأ في جمهور وين فينا نتنقوز وين فينا نطلع عارفين الصمت اي متى عارفين كل الديتيلز بس الوقت انه شي خوف وفلسفة المصرح و هالتفاصيل يخيحل عنه يعني بروسية صارت شي خوف وطولسلوي والاخبار هلأ ما بيفيدونا باللبنان يعني انه هادا المصرح الواقع مش هايجي احكيلو لللي بيبيع فلافل يجي يحضر ولا المثقف احكيلو خبرية عن شو صار بزمن روسية المجتمع الروسي بديحكيلو هلأ باللبنان شو عم يصير هادا كان بينقز بالأول انه ما عم نعمل مسرح تعبيري ولا عم نعمل ما بهمنا هادا المصرح صراحة مسرح تعبيري خيقلو ناسو عراسي وعيني حلوين ترقصو بتتشقلبو بالأرض عراسي كتير حلو هادا الشي بالنسبة للكون بالنسبة لقلنا عم ننقل واقع يعني عم يصير معنا اشي عم طلع على المصرح فعليا واول مسرحي كانت مشهد بالدراما الليبنانية ما عم يظبط اسمه العلا وعسى تاني مسرحي بس فعليا انا بسميه اول مسرحي دي كانت خبيصة وبلشت هيك الامور هيدا في شي انت قلتو بالدوكمنتري طبعك انه اذا انت فنان بس جاي بس شيعي او بيعتبروك مثقف شيعي يعني خلاص هيدا الزلمع بيحكي بفاوية او بيحطوك بخانة معينة انه هيدا الشخص لانه الشيعي لازم يعمل دعايات رمضانية لازم يعمل افلام المقاومة والحزب وكذا وكذا اخرش انت بده تكون فنان انت كمان بس دغري بيحطوك بهيدا الليبل معين لجا اول الليبل شيعي وبعدين بيحطوه لك كلمة تانية تاريخيا الشيع او المسلم كان الفن بالنسبة لقوله حرام يعني الفنانة او الفنان من قبل كان يسموه ارتيست والارتيست عند المسلمين او الارتيست اللي مرا هي الشرموطة انه انه جدي الله يرحمه ابو حنان كان يقل له لستة انه انت اختل الارتيست للشرموطة هي صحفية صحفية الى قدر وقيمة وكات بالكواد بجريدة الكبس من هيدا المنحة سننزلوا لاي حدا مسلم او شيء عم يعمل فن ما عم يعمل فن بس انه ضمن انه لبنان والمقاومة والعزة والكرامة هذا منبوز هذا ضهر من البيئة وهيدا مشكلة عويصة ده انه عم نفوت باوحادية نحن يعني احنا عم نضب على بعض ولما انت تفوت بنظام اوحادي يعني كانتون هذا الكنتون يوما ما بدو ينكسل لانه الاختلاف هو نظام كوني يعني فيه شجرة وفيه وردي وفيه غي وفيه مش غي وفيه كذا إذا انت ما متقبل هذا الكنتون يوما ما نظامك بدو يسقط فنحن قلنا انه انا سموني مخرج مصرحي مخرج سينمائي مخرج خروطي بس ما تحطني انه انا شيعي ولا مسيحي ولا كذا وقديما وضلت له هلأ يعني انه التلفزيونات المسيحية ما بيطلعوا شيعي الامتي فيه ما حتطلع احسان اوقت حطه عنده توك شو لقلو لانه بالنسبة لقلو المسيحي هو المسلم دون المستوى بالثقافة تاريخيا انه انا الرب الفن الرحابني وانا الفن وانا القصة وانا انه مونير كسرواني شو عمل والله شو اسمه هدا اللي بيضل يمدح بالمقاومة للنهار هدا الزين احمد الزين بكل بساطة انه هده ركوا عمطرح معين وضلوا فيه لا يخي فيه امور برا فيه امور بالشارع انتوا عم بتحكوا عنا ما هي مش بس نحنا مش بس كرامي و وانتصار وكاز عراس وعيني بس ما فيه امور فيه مخدرات فيه زعرانة فيه في فقر فيه قتل فيه اجرام فيه فيه شحار فيه تعتير فيه شحاطه على الباب عشان هيك هلا ازا بتجي انت بتحكي باي تفصيل فينا نفوت بساعتها بمعموات زينا بحاول موضوع التنميت وغيره يعني انه احنا طول عمرنا عم نجي نضوي على القصص المنيحة ازا بدك الاوية الانتصار البسط كزا تجي توصل لما حال تحكي عن حدا يخي بيتعطى مخدرات شو عم تنشر غسيلنا يخي عادي باي مجتمع بالعالم في حدا بيتعطى بايران عملوا افلام عن المخدرات ايران اللي هي ايران عملت افلام دخلت فيها المخدرات ودخلت فيها قضاء فاسد اللي هو قضاء نابع من دولة اسلامية وانتبه والسينما اخدت وهو الافلام وفيكن تحضرون يعني وهو الافلام الايرانية حكوا عن المخدرات وعن القضاء ومخرج صغير حكوا عن الوقع واخد اعلى ايرادات باييران وما حدا قلو به طب لحظة ما تقلدوا فيهون شوية بهل الميلة لا بس لا ايران عملت هاك او لا سوريا عملت مع غوار الطوشي هاك ما بالنهاية انت بيني انه بلد منفتح بتقولوا الحكي عني انا عم بقلك حكي عني انه عادي الامام اللي عملوا بالزعيم ما في غيره يعملوا ساعة صالح ما قدر يعملوا انحبس لانه ساعة صالح ما فات مع النظام من تحت لتحت هالفكرة انه انت يا بتكوني مع النظام وبتحكي عنه بس انه انت معه بالزبط بس ما انت بالبيئة الشيعية ما عم يخلوك تكوني يا خي خليني احكي عن عزب الله بس انه ضمني لحضنك مش ضروري تفلتني يا خي تقول انت ضدي او انت عميل او انت تبع سفرات وبتقبط دولار يعني واحد بيقبط دولار ليه اقول لكم عنا هاي دي المشكلة ليه مفي سنة مرية عمي هي سياسيا بدا تخدم كل الطوافة يعني سياسيا كل طايفة قادر تكمش جماعتها بطريقة معينة بمحل من محلات السياسة تخدم هاي دي الطايفة بانك تسكر عليها هي هاي نبعد كلمة بيئة من وين اجتك اخر كلمة بالعالم بيئة والشارع والكذا يعني انت بتجي بتقول له ما عم يتقبلوني برا ما انت نازل نازل الليل النهار تقول ما فيش ظهر من بيئتي وبيئتي وبيئتي ما انت خلص ما انت مصنف حالك بعالم غير هذا العالم يفد يجي يشوفك انت من نفس ونفس الشي من برا يعني قاعد ببيت وعم تقول ما بدي يشوف برا بسكر حالك بسكر حالك لا مش ضروري انت تسب يعني مش اذا ظهرت لبرا انت عم تخون المقاومة او عم تخون الشيعة او عم تهتوك البيئة اللي انت ربيت فيها لا 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 انا عم بحكي انا امي ياخي اذا عملت شي سيء كيف بنكتع له اللي هي امي بيئة اذا عمل شي خرا لان اقول مع انه بيئة كتير ادمة يعني اذا عمل شي خرا بدي يكب عليك تمنيك عليك انت شا عملت هايك مثلا مثل انه اي تفصيل بيعمله طب ما انتو مفروض اهلنا يعني لا المنار بتطلعك ولا الانبيان بتطلعك طب ما هيدا كله حيطان وجدران مسكرة على بعضها لا ايه متى هالحديث هبتحكى عن بيئة هو بيئة كمان بيعملك بيشتغل بيعملك للمسرح كمان اذا سوبر مال اذا الدكور كله اذا قصة كبيرة حسن دايخ يعني هلا اول ولد بده يجينك نعم بتسميه حسن لانه باك اسمه لانه ما فيه الا هو يعني زلمة بتقله صلح لي غسالة بيصلي غسالة انه بابا بدي اعمل حات بالمسرحية يا بي لا تجيب وتدفع مصارم انا بعمل لك حاب من او من انا يعني ولو مرة اهلي كانوا ضد بعالم السينما لانه احنا بلبنان اذا بنت بده تفوت على السينما او بده تفوت على المسرح او شاب ضعارة يا بابا ايه بابا الطعم يخبز او ضعارة يخي لا يمكن بنتك تلجأ للضعارة وانتي حبسها بالبات لانه الحبس اوقات بيخلي الواحد يلجأ لها الامور فباي هو شخص انه كتير داعم وكتير مساعد وكتير حدا اخدنا منه الاودمة واخدنا من امي العنطزة من امي اذا كان حدا يضربنا بالحاي كتير معضوه من امك بالدوكومنتري اعرفك اذا اضربنا بالحاي خد السكينة نزل تلقو فيها لا باي ما بدنا مشاكل هيدي الوايف انه لأ امرار بدنا نرد ع امي وبدنا نكون زعرانة انو انتي الازعر وهذا صار بالثورة ما فيك اذا علقتي مع ازعر تزقفيلوه وهذا اللي صار يعني انتي علقاني مع قوة الامن وهني قمة الزعراني جي عم تقلو انتي دولي وانتي انتو لازم تحمرك تي وردي بايضة يوم وردي بايضة تشكله اياه عشان ما يزعق وحدة بايضة تاني يوم وحدة حمرة انتي معاشك وانتي هادة بادي يقرتك بالعصايا انتها الحديث بدك تقرته بالعصايا ما في مجلة حتى تعمل ثورة فعلية لأ هادة اللي ربينا مع امنا فيه باي كان عنده انه بالمدرسة حتى امي اللي كانت تروح بس يجي بايه على المدرسة مثلا انه نحنا اكلنا بهذا اللي انطلبنا انه بيقلو ايه ما ابني حمار امي لأ تيجي تقول انا شايف الطيز ضوما طيزه لحمودة هايدي الكمبيناشن اللي هي نحنا ربينا فيها خلتنا انه اللي استفدنا منه من الضحي صراحة مش الدين ولا نشوف واحد حامل جهاز وعمل مسؤول علينا استفدنا من الجلوية رفقاتنا لما كان الحي انا حي ماضي ضد بين العبد بالفوتبول ضد بين العفادي صوري بالمشاكل ضد بين العبد ضد حي الأبيض ما هو كانوا حلوين يخيل اخولنا اياهن الدين فات فات الدين فات العقيدة الدينية على الوضع امتى فات بالزبط يعني في تاريخ معين بعد الانتصار طبعا هاك فات انه فيك تمتصر ويقبرني الله الانتصار وكس اخته اسرائيل ألف مرة بس مش ضروري انه يعني اذا كنت انا جلاوي او ابن شارع ومعلمة ما احنا مانا جايبينه انه كون انا لازم كوني يعني يابا ماشي بعقيدة دينية في مقامر بهالعقيدة وكون ابا ضايي وقضع وزعوري وابن شارع واحمي بيقتي لماذا تركتونا بهالمنحة بتعرف لما ادقيت لك انا حسين جبت نورتك من بيسام كمال تحية كبيرة اول شغلة بيسام كمال اكبر عرصة اول شغلة عملت غلطة مش انه غلطة بس سألتك ماشي حالك صار لك شيء كذا انا عم بمشي بنص الشوارع ماشي حاليا ما حد اقول له معي واذا واحد بدي يحكيني بيقلي بدي نيك اختك انت بتقول له لا بدي نيك اختك كمان يعني ما بيقف الحديث وابترجع قوكا فكرة انه التهديدات والاخبار اللي صارت صارت سوشيل ميديا بس ما ايجاني شيء ميسيج خاص ماشي مباشر يعني لانه بالنهاية ما انا قاعد بالضاحي يعني مش قاعد برات الضاحي وجاي اهتك فيها او انا قاعد عايش معكن التفاصيل يعني متل ما انا عم واجه انتو عم تواجه يعني بحكم الخبرية كلها خرانة مع بعض يعني ما عم بيجي بس لعلم عليكم انه انا قاعد بمحل نظيف وانتو قاعدين من بحل وسخر فانه اي حدا بدي يقلي والله جاي اعمل فيك اساوي ببيتك حقنطروا تحت بيتي وقلوا تاعها اعمل اساوي وما صارت هالشغلة وما حتصير هالشغلة لانه بالمنطق مستحيل كيلة اه عرفت وببرم بالشوارع عم نبرم على النوتسيكل انا ومحمد قلتلك اياها فيه ترحيب بشكل اه وفيه حب بشكل ما بينوصف رائعي ومبسوطين فيه قد الدنيا ومبسوطين انه قدرنا يفهموا نحنا شو عم نحكي نحنا مشكلتنا بهذا الموضوع كالسخط السياسي كله على جناد اذا بدتك يهمنا هالقليلي يا خي قدنا حقوقك الاجتماعية خده وارجع صنف مين ما بدك امشي مع مين ما بدك بالسياسي بس يا خي طالبه بامورك الاجتماعية قدناها بس كهرب وماي يا خي عرفت ابسط لامور ابسط لامور سألت حالك شي مرة لا سترن الماي بعده ما وقف بالضاحية انا هيدا السؤال يخلاني فيل وعيش بيفل الشباك سرعة مع انه فيه ستاني بيفل الشباك مبعص بسط عمري طول على المسيحية اخرى انه بس عارفوني شيعي بالبنية ايجو شيع ايه انه صارت البونجور عرفت اول شي اول ما فاتت هاي كيفك اه كذا بعدين بلقش فيك تشوف انه طلعنا على الجديد وكذا انه اه هيدا شيعي ينزل الجار انه فيه بونجور من يومين وار راح وكيعم ايه كله 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 ناطر حدا كله ناطر مخلص كله ناطر انه انا صح وكله انا غلط وكله هالخبرية بس ليه انا بدي فيلم الضاحية لو انا مرتاح بالضاحية انه يا ستان يا اشتراك الكهرباء اذا انت ما عجبك سعره اه وقطعت الكهرباء انه قلت له خي ما بدي ادفع لك هلات بيقلك بشلك الاشتراك بتروع عند التاني انه بدي اشترك عندك قطاع انا ما باخد زبونية ده غيري طب سؤال وانا الاصلاح زيت المشكلة هون ما فيك في كارتلات لا وانا الاصلاح وانا الاحزابي عم يدعو على الاصلاح ولا بس بالاعاشات انه بيجيب لك اعاشة انه ها هي لا ما بدي اعاشة باكل انا بيكون ايراني ما عندي مشكل باكل اي شي باكل خرة بس ما تخلي تبع الاشتراك يحسسني انه انا ياابا مزلول لحضرته ما تخلي تبع سيترنات الماي يتوش الله الساعة سبعة الصبح كرمال انه بدي يعبي ماي لا عم يعبيلي ماي اساسا هي اذا بتتطلع فيها سريال المشهد انه سيترنات الماي ما بتوقف بس ما بتجي مية الدولة خي من هون عم يجيبوا ماي يعني سيترنات الماي من هون عم يجيب هالكمية من الماي اللي مش قادرة الدولة تكتشفوا لها النبع الاخو المانيوك واتمد منه اساطل يخي ليه عم تنقطع الماي طالما هالقد سيترنات رايحة جاي يعني اللي عنده كان سيترن كاميون واحد بس كان يعبي صار عنده هيدا الكاميون عرفته اللي بيجي طبعا نفض بس بيعبيه ما يروح بيوزع صار عندهم باركينج لإلان ايه صار في مطارح ابو ابو التحب ابو المصطفى ابو يا خيبي ما انه مبنية العقيدة تبع الشيعة على الامام الحسين اللي هي الاصلاح اصلاح بامة جدي صح طب يا خيبي وينه لو ما خلينا نشوفه ولا بس منضوي شمع عيد مولد النبي ما وقفوهن ما بيقل لك ما انا ما خصني مافيات كيف ما خصك ده جزء من المافيات كيف عم بوينهن انت أساسا قادر تحرق دينهن جميعا وقادر يا خيبي مش انت عم تقول البيئة والضاحي هي بلد تاني سببعد في فترة حيصير في فيزا بين الضاحي والأشرح في حواجز للعالم في حواجز اللي هي ما لازم ما في كتير ناس بيروحوا على الضاحية يخافوا الناس لا في سياسة تخويف وكذا مرة أخف صحبته على الضاحية قالت له أنه أنتوا طبيعيين قال له لا عن المبنيات مش معلقة بالهوة البنية إنه على الأرض نحن أهي واحد وين الحزب بتقلي وين الحزب شو من تشرى الحزب على الأرض قاعد لكوة مفرق قال له مراكز بس إنه مش قاعد على الشارع مش قاعد لاطل الحزب مش حمل سلاحه وقف لك مع العالم الأسفل ونفس الشي ابن الضاحي بظهرته من الضاحية انتبه يعني 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 اللي بيفوت على الضاحية فيت باعتبارها كتير غريبة على ابن الضاحية إذا بتقله ونزلها مصرح المدينة احضار المصرحية بقول لك وينها المصرح بتقول له بالحمرة بقول لك بالحمرة يا زمان بعيدة بعيدة والحمرة بالنسبة لأهنا قانين تبيرة في ألكول هونيك يعني وخلص ضرب الحرام انت إذا زلت على الحمرة حتت حلق ضليتك ببانطلونك جمعة صرت شيوعي صرت شيوعي لا لا يا عمري في ضل شيعي وابن ضاحي وقلاوي ومبسوط وشعبوي وانزل على مصرح المدينة واعمل مصرح واعمل السينما حتى تصنيف عنا بلبنان هو أكتر شي مئزي يعني معين يا حي يعني هذه التسميات اللي دغري انه يا هاك يا هاك يا هاك ما في احتمال انك انت بني آدم عادي طبيعي عندك رأيك الخاص مش ضروري تكون منتمل لأي حدا بصد حي اي انه أنا مثلا بعيلتنا مثلا اذا حكيت شي كلمة خلص صار شيوعي دغري وبيقعد لورا هيك انه كشفك هو شو جبارك انه على فتح انه يا خيل لالشيوعي مني شيوعي انه مني شيوعي عادي عندي رأي بخالفك شوي وبيخالف الشيوعية بكتير مطارح بس مني شيوعي لها التصنيف عطول لها لها يعني بتخلص من دوائرة صغيرة بتلاقي بعض دوائرة أكبر وجع دوائرة أكبر ده أنا سهلي محاوطين بعض بكتير قصة بيجي بيقول لك طبيعي ما حيمشي حال وبما انه انت مآمن بالقرآن والقرآن بيدعي للاختلاف وفعليا هو صار منظر القرآن بالسالونات يعني صار ديكور على بتلاقي قرآن كبر والقد مع بوابة خشم وغالي قالوا بتفتح وهايك انه هو الله قال لك اذا اقتقرأ بالقرآن والله بالانجيل انه هو منظر بالسالون علي غبر لك من لا قرآن عندي ما هو بيدعي للاختلاف لكن ليه عم ترفض الاختلاف ليه عم ترفض اذا انا عندي اختلاف رأي معك ما انت عندك اختلاف رأي مع الاخرين ما انت عندك اختلاف رأي مع الكرة الارضية كلها انت عندك اختلاف رأي مع امريكا وامريكا عندك اختلاف رأي معك طب انا عندي اختلاف رأي معك مش دارو كون مع امريكا مش دارو كون مع اسرائيل اذا انا باختلف معك دي غري اذا انت تدد يعني معك يا عمر العميل انتوا عارفينهم من هن العميل بيبين من هو في شي انت قلتوا بيين قبل الجو معلوف قلت انه في شيعة خطرين حزب الله والمكاومة اكتر من اسرائيل هو هذا الشخص اللي انت عم ترسخ له العائدة بطريقة غير مباشرة ممكن يروح للإكستريم ممكن بعدين بيأذيك اكتر يعني مثل الردة الفعل اذا بدك على السكتش اللي احنا عملناه يعني كان انا الخطر اللي عليا بده يجي من حدا محمس اذا بدك يمكن ما يكون خصه بحزب الله ويأذيني لانه قار ما قالوا ما انه حاضر السكتش وشايف صورتك لا حاضر ولا بده يحضر بس اجا العنوان من ما يلي معين يتحمس وانتبه لو لايك ما العنوان انا قائد حملة شوية صورة المقاومة مش معاول يعني في امام عند الشياء اسمه امام جعفر الصادق هو مين قال انه اخافوا على شيعتي شي مني شي هاي انه نفس الخبرية طبع في شيعة او مسيحية او دروز اخطر عالدروز من اللي هني بيعتبرينهم اعداءهم لانه انت فايت بخبرية هذا الشيع اللي انت حططلب راسه ما ينفتح وما يتطلع لبرة وما يشوف رح يطرق رح يصير يمكن يغلطك يوم الايام حتى كحزب الله يمكن يغوم عليك ويقول لك لا مش هيك اتفقنا وهلأ هيك عم يصير هلأ بتعدي كنتي بعمرك تعدي عند حلاء والله بقهوة والله بأي مطرح تكون عشر اشخاص في ستة عم يسبوا حزب الله وحركة امال ما كانت قبل طيب شو سببها مش لانه المقاومة ما خص المقاومة اي شخص في مقاومة قدامه بده يروح معها بده يقاتل بده يقاتل ضد اسرائيل بده الحزب الله ما فيه هلأ يعني اذا حزب الله راح اسلاحه حيجو الماروني يدعسه هني تبنوا القضية هلأ ايه بل الضبط هيا الخبرية يعال انا بين المارونية والشيعية حزب الله هلأ هو الاقوى بس هو حق المقاومة لكل مواطن لبناني طبعا طبعا بيّن ان الشيعها اقوى هكذا ليكي مش عم بقيت لحد كلمة بس قولي عليهم وليهم الله فهيدي الدباج الخبصة اللي فايتين فيها انه انت عم شخص عم تعبيله براسه حيقوله بددك بعد ما حياها ما صاروا عم يقولوا هيون عم يسوقوا رنجاجي امسي ما حزب الله ايام الفولفو كان احلى فعلا ايام انا عمي كان بحزب الله وبيّ كان يخدم حزب الله بالاسلاحة والاخبار ويهرب السلاحة عن الاسرائيلي يقبرني الله من الايام وصورا من زمان وكذا لو انه كل ماشيين تحت عقيدة دينية وهيدي هي النقزة الوحيدة انه ليه بدك تقاوم تحت عقيدة دينية ليه ما بكون مقاوم انا لنفسي ليه لانه العييدة الدينية هي اخطر لانه في شي اكبر منك العييدة الدينية هي اسبت ما فيك تعارض يعني لا 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 اسبت حتى بالنسبة للشخص اللي عم يقاتل بالظبط يعني انت شو بدك تقول للمسيحية انه ما جاي يسوع يخلصكن بيفوتوا بالعدمية بيانتحروا كلهم ما بتقول للشيعة جاي المهدي يخلصكن هادي سياسة الانتظار اخطر سياسة ماشيين فيها كل البشرية حتى البوديين عندهم شافة جاي يخلصهم الدروز عندهم هوادي الخمسة لانه سياسة الانتظار انتور جايك الفرج بتضلك ناطر طب ناطر شو عم تعمل بديش خلص حالك لا هي اخو المانيوكو قم خلص حالك لو قم اتحرك قم اتحرك لا نحن عم نجهز حالنا هلأ لا يجي شخص يخلصنا طب هادي سياسة الانتظار كمان الى طبع شوي اعتفشل لانه في عالم تشرب سيم وفي عالم تتخدر كرميل بس تقعد وتتفاسها في الحديث ما يصير شيء ويهزو تيزون بصبت انا ناطر هلا الا ما يجوا انكزوني وعم يطعموني ما انت الفقير كيف بتخليه فقير بتجيب له سمك بس كيف بتخليه ابو ضايب تعطيه صنارة وهاي ما عم تصير ما احد عم يعطي صنارة لحد كنا عم نحكي تحت الهواء كيف انتو عملتوا فرق بين البساطة والفقر لانه انتو شفتوا انتو عم بتصوروا انه في عالم صار فيه مش استعباد بس اشخاص ناطرين بس يعني صندوق يعاشع وحي الله شيك رميل يقدروا يعملوا شيء او يندفعوا كنت عم بتصوروا فين بالقوزاعي كنا عم نصور فيلم اسمه هردى باشت تأليفي واخراجي المفروض بطولة بطولة حسان اوو فؤاد يمين رندال كعدة جابريل يمين حسان دايخ محمد عبدو فنزلنا نصور بالقوزاعي هو انتاج للمنتج امير فواز زلمة راسه مليون ماركان نزلنا نصور بالقوزاعي انا وحسان براسنا انه الفقر هو البساطة بس فتنا على القوزاعي انصدمنا اذا بتحطي ايدك على هذا الصحن السجارة بيجي واحد من وراء بقلك هذا الصحن السجارة اللي بدي خمسين الف بتحطي ايدك على حات عم تصور حد الحات ما هذا الحات لابن عمي بدي اجار 200 الف اه هدا الفقر اه مش هدا اللي كنت موقع كنا موقعين الفقر هو البساطة وهيدي فتنا بيدي بيت ما انا عم بعمل فيلم عن الفقرة عن اولاد الشارع عن ابن الازاع اللي هو دوره هو وخيه زعران وعنده الخي ملتزم دينيا وعندهم امهم بتحب هذا الخي الملتزم بداش يفوت بخبيصة الزعران واسمه هردباشت يعني السيناريو تبعه فوضى والدركة والصاحب بورت الحديد والها الاخبار معاش تارتقى عرب مع انتقراتيش مع انتقراتي حسن عفو ان الخي بس كان كتير خلص فبس فتناه 16 كانوا احلى واخرى 16 يوم بحياتنا ليه لا لانه انت بتكون قاعد بامان الله عم تتشلح شوية شوية واحد اول شي لو ما احنا اولاد بيئة لك شو حلو كلمة اولاد بيئة لو ما احنا اولاد ضاحي فعليا وبنعرف لغة الشارع اللي هي لغة الغربية اساسا اللي طلع زيادة الرحباني من زمان يعني واشتقنا لهالقيام اللي ما في انجليزي عم يكسر اللغة اللبنانية بعده بيقول تأم وبيقول ان شاء الله مصطي وبيقول همجة وبيقول هالخبار يجي مثلا تابع الاضاءة او الكاميرامان قل له بليز تحط لي لانس خمسين بليمتر ارجع عبره من واحد من ابن الازاع قل له معالمة بس فيك بس تسكت لانه ما نصور يا خي ما فيك تقالي له بليز سكوت مستحيل تفوت يتصور عنده بالازاع لانه هناك ما في حركة وحزب هناك ولاد المنطقة هن نقلهم وهي دا اللي نحنا اشتقنا له بالضاحي انه بطلت ولاد المنطقة يلون المنطقة بطل ابن حيماضي لا يلو حيماضي ابن حيماضي الحيماضي لحزب الله ابير العبد لحزب الله آسفار لحزب الله وحركة أمل وهلون مجار كذا مع انه اختلاف ابن حركة والحزب خبريات يعني انه شوية الحركة عنده انفتاح وخبريات وخبيصة وجلوية بعده انو محافظين لا هونيكي فيه شوية تشدد طب ماها فقدناها طب ما الجلوية قالوا نصوت ما هذا الزعوري لو بيشلح ولو جلو ماها بتستفيد منه هذا اللي بيعمل لك صورة الفقر اللي بيعملو لك صورة مش البرجوازية اللي بيعملو لك صورة في عمرها ما صارت صورة برجوازية لكن تفكر فيها الاشخاص كانصال اللي تاสر اكتر شي من وراء الازمة هني للعالم مش الفقره لكن العالم عندهن سعر حزب البنك ما هيك هني اللي اكتر شي اكضي لا حائد هني الكثير ولي صار انو صار . مش فوقية بصار في حاكمعيالتان من الفقره ومن البرجوازية برجوازي كان عم يقول لواحد انو لأ ما تكسر الشجرة وعيب وكذا ونحن نزرعناها وهيك من الميل التاني في عنا عم تقول لأ ما لك حق تسيب هيدا أو فلان أو كذا وهيك يعني صار في سقف من الميلتين اللي عنده حساب بالبنك كان عم يشغل اللي ما عنده حساب بالبنك هاي المشكلة يعني الفقير ما عنده حساب بالبنك الفقير عنده حساب الله فيش غير بقى لك أنا الله بيحسبني وبيقبض داد ما يقبض وما بينزل عصورة لك يا خي بيزعبني الموديل مش شغل أنا بدي انزل ثلاث تقيم كذا عطل عن الشغل فهال مشكلة الأساسية انو اللي تأثروا أكيد تأثروا البرجوازي او اللي يا خي مش ضرور برجوازي خي يعملوا عنده خمسين ألف دولار بالبنك بالبنك منو برجوازي يعني منو أرستوكراتي وإقطاعي تاريخيا هذا كان يفيده للفقير كان يشغله مع انو اللبناني يعني ما بيحب يشتغل إلا بالأمور الإيزي ماني يعني والإيزي ماني هي مخدرات أو تعريس أو مراهنات هلأ المكسرة الأرض مثل فوتي على أي شارع بالضاحية بيراهنوا على الفطبول منشستر هلأ أكل جول كذا بيطلعوا كيف عم يصرفوا اللبنانية سألنا بعض هذا السؤال هالبنزين اللي يا من أفريقيا ومن برا ومن برازيل مصاري بالدولار يا أما تيك توك تيك توكرز مع شفاف وكذا أنتو بتعرفوا أنه البز هو اللي حاكم العالم خير هي نظرية إلي شي ثلاثة أيام أفكر فيه أنه البز طلع هو اللي حاكم العالم هيدا شقة صدر بتفوت على بروفايل أي أحدة يعني إصابية فاقعة بس شقة صدر ستة لاف فولور فجرة ما في فن ما في فن بعدك تبلشت في الأب الخنق هيدا ما بتمشي مع السوشين ميديا حتى تبقى بالكاستنج ده بعد مصرح تيجي لعنا مثلا بنطلبتها الكاستنج تيجي مثلا صبية شو عامل شو مصلي قبل أنا تيك توكر طب طلعي لبرة صارت مصلحة يعني صارت مصلحة طبعا في فن اي مش فن يخي فيكون فيه كوميرشيل قصص فيه مارفل وفيه سكورسيزي وفيه مارفل وفيه جودار وفيه ضروري يكونوا هالاختلاف نرجع لموضوع الاختلاف بس بس كوميرشيل ع كوميرشيل يبيفرق يعني اللي بيعملوا سبايدر مان بلا مؤاخذي أنا بحضره بس انه بيعملوا الدراما اللبنانية وهو دي اللي عم يطلعوا المسلسلات اللي عم يحاولوا يقلدوا الأجانب عم تحضرون مثل هايبي مثل هادا ايت دايز يا خي بدا اقتقلد الأجانب الأجانب لما يعملوا شي بيفرجوا الواقع تابعهم يعني لكاسا دي بابل يرب الكميرشيل عملوهم فؤرة للأشخاص يعني وطلعوا وعملوا بلا تشاو هالا الصورة هاي هالا الفؤرة يا خي انتو عم تعملوها لأ بيجيبو لك بطل صورة حلاوة يعني هنه مأسروا بالأتراك شوهاي صار معن هادا المرض التركي وبيجيبو لك بطل حلاوة وهادا حلاوة وكذا ومنزبتوا ع التلفزيون ومنتك مصاري عليه يا خي ما انتو معاكن مصاري تكوا عشيمة الخلق يعني نادين لبكي هي السينما باللبنان زياد دواير هيو السينما باللبنان مع انو نادين لبكي بيعطيقض هون بالحلقة قالت انا ما عشت حياة الفؤر مع انو حكت عن الفؤر عمنات فيلم اسمه كفر نحوم كفر نحوم وفؤر وشحار وهذا الصب الصغير وكذا مع انو يعني ولو انو بالأخير قالت الدولة قالت له تصور صورة مع انو هو السوري من اول ما يفوت على الامن العام بيأكل صحصوح من الدرج لا تحت عرفت لانو هاي بطلة سينما يقبرني ربا لو عم نجيب انتاج من عند فرنسا لو عم نجيب عم تعمل سينما طب ما انتو هون وتبقى صاحبين الانتاج هي عندو بتعرفو صباح سنن طب طب كبوا المصاريع اشخاص يعملوا characters يعملوا فيه نتشوف حالنا فيه ببرة بحس اكبر ضعف ان احنا عنايه هو script writing ما في اشي يعني انت سامع بكلوديا مرشيليان هاده script writer معروفة اوكي هي بتكتب كل المسلسلات مسلسلات انت مين مين انا انا مين هو مين ابن خالتي مين حبي وحبك انا وحبي ايه حبيتيني خنتيني شلتيني يا خي هذا لبنان بس بعدنا لهلأ اينا عم نحكي عنه خلص يا زنامي عن جد هيدا لبنان بنظر ومش انيك بتزعل انت احترق دينا من القهر عن جد ببكي بتضيقوا الناس لانو عم تحكوا عن الواقع لانو معاش معودين يحكوا يشوفوا شي واقع يعني كنا عم نحكي بفكرة انو هلأ حتى اذا ان احنا بنشتغل مسرحية وبنحكي اللهجة الشعبية بالمسرحية بغرب يربطوها بزيادة الرحبانة وانو عم تقلدو زيادة الرحبانة بمحال او انو ذكرتونا بزيادة الرحبانة هي للتوضيح بس انو زيادة الرحبانة يعني هو بحد ذاته قال للعالم انا مش عبكرة واخترعت شي مش موجود والزلمة حكى اللهجة المنصبوطة اللي هي انتو بتكونش اياها يعني الزلمة كان طبيعي لابعد لحدود بس انتو مش طبيعيين يعني كشعب منافقين ياخي نحنا كذبين نحنا ما منحكي اللهجة اللبنانية بحكي اللهجة البيضاء حتى مش البيضاء مش بيضاء بدي يقطعها في فرنساوي بين كلمة والكلمة وانجليز بين كلمة والكلمة لانه هو مسقف ياخي مش لانه هو تاريخيا فرنساوي يعني هي عاش بفرنسا فيها تحكي فرنساوي بس انت يا عمري مش شايف برج ايفل بحياتك الا بالصور تيجي تحكي مع ربي فرنساوي ايه وتزيد تستغر باللهجة المزبوطة على المسرح في اكتبعت المعلم العربي انت بتحس حالك غبة انه مرحبا انا اريده بتحس عليك انه انا شا عم ببعض اكتبعته روى في امور بنا نضطر نعمله يعني والانجليزي لغة عالمية ولو فرنساوي حلو واحد يعرفهن وحلو واحد يتسكف فيهن بس لما انا لبناني وهو هذا الاحمار لبناني وحضرتك لبناني لشو عم انترغل فرنساوي وبانبعض لشو عم تحكيني بالانجليزي بافلام مارون بغدادة اذا بتحضريهن بتشتاقي للحك اللبناني عم جلال جبرني الله شو حلو الحك فقدناها بالمسلسلات كارلوس عزار هو ذاته بكل الافلام عنه حبيبة انا نحبه كتير فهذا ابراهيم حرق ديننا خلص تايم حسن معتصم بالله النهار ها مش دراما لبناني ها دراما سورية معاش حدا يضحك علينا وقلنا دراما لبنانية عم تتقدم عم تجيبوا نسوان لبنانية هادي مضبوطة جيبوا ناس طلاب مسرح جيبوا الواقع نقولوا عبالهم عالم يحضروا اشيء وحيات الله عملنا ثلاث حلقات بالجديد وهي كأنه عملنا موسم كامل بهالضجة وانبسطنا فيها اشعلكم بعد ثلاث حلقات صح ثالث حلقة لما لغوا السكاتش نحن قررنا نتفل انتو قررتوا تفلو ايه متل امونز متل امونز امونز كان عم بيشيروا للمقاطع بلا ما يقولول له مديرة البرامج ما شدتنا قلتنا بدكم تفلو فلو تكيد ارتاحت ارتاحت منها لأنه نحن الواحدين اللي عم نقل له انه بليز حضاري شو عمنا عموز ما كانت عم بدا للا بدأ تعرف وين اللي برايك ان والبرايك اوت بالسكاتش تعرف كنتنا بتحكي كيف نحن عم نجيب مسلين من بره وعم نطبع شوية هاد السقافة من بره انا كمية بشتغل بذات المجال كل حياتي بيقولولي لا معين لك لازم بتعمل برنامج خصوا مثلا للماركت لعنده اكتر شيء قوة شيء رأيي يعني مش نحن اكيد نحن مصرياتنا محجوزين بالبنك بعدين انا ميدا عملنا سردة لاحظنا انه نحن كليبنانية فينا نقدر الحمد الله نقدر نحكي عن الدين السياسي والسكس بلا هول حواجز اكيد في حواجز حد ما بس وفيه ابطال بالبلدان العربية برا بس الطريقة اللي نحن نحكي فيها الصراحة اللي نحكي فيها ما بتليها وين ما كان وفي عالم من برا بيشوفوا انه اف هيدا الشخص عم بيحكي برك الهاجم اختلفة بس كمان نحن فينا نقايده لانه عم بيحكي بطريقة صح لانه كلنا كعارب عم نعاني من ذات المشاكل نحن اللي حبينا ناركوس حضرتوا شي ناركوس لا اسألني لي لانه مع انه هو انتاج امريكاني يعني في ناركوس تاني وكذا وفي شي عن بابلو تاني حبيناه لانه عن جد بعتولنا كولومبيا كيف بيحكوا طب تعالوا نبعت لبنان كيف بيحكي بلا ما نبعت كيف لبنان بيحكي باسم سوريا سوريا ولبنان نقصهم واحد صار ما حدا يقولنا انه مش انه يابا مشقو فين نحنا والاخبار بس خيطانو حيكوا اللغة تبع الشارع في شوفير تاكسي ما بيقلك لأخو المانيوكا فيه واحد ما بيقوك طب ليه ما بدنا نقوله لا وكمان نحنا مشاكلنا ما تتوتري نحنا مشاكلنا كماني تقليمية يعني كل شي اللي احنا منعيش من المخدرات لكذا وهي كل البلدين اللي حوالينا كماني بيتأثروا فهينبسطوا بالانتاج اللبناني عشانك حبونا دين بالظبط لانه فرجتن انه فرجتن الفقر واتبه في فقر اخرى بعد في فقر طائفي في المسيحية عنده الفقرة فيلم كتير كبير ليه نجاح مع انه بلش اول شي حرام يعني رجع عمله ماركتينج بعد ما قالع حكوا عن المسيحية الدكواني القلوية صار ألان سعادة طارق يعقوب لعبوا لعب اخو مانيوكي لعبوا لعب شارع طب ما الشيعة ما حدا طلعون ولا مرة عالسينما ونحن اول مرة حنتطلعون بهاردباشر ما اول ما في سينما شيعي اهلا ما بحب استعمل هذا المصطلح سينما شيعي سينما شيعي هو سينما شارع ان شاء الله بيكون شيعي ولا مسيحي الفقر واما كان بكل الطواقف وذاته قاعد فقير شيعي مع فقير مسيحي مع فقير درزي بنفس الطاولة بيسبو الزعيم من اكبر راس لاصغر راس او لما بيأكلوا مسايل ودموع بيهتموا ببعض بالمجتمع بالمجتمع ذات الشي تجعب تاخد ناس معهم مصاري يكونوا شيع أو يكونوا موارني أو يكونوا روم ذات الشي وكل الزوع ما بيتفعوا بالدولار لعنا مشكلة طائفية بلبنان عنا مشكلة طبائية طبائية هن عم يجربوا حروة طبائية كمان عم بيجربوا سببوا هيدا الشرخ بين الشخص اللي بركة معهم مصاري والفقير أسهل طريقة يعني حتى بالأحزاب في طبائية يعني بيجي بيقولك ما هدا نحنا حزبنا حزب الفقرة لا يا خي عم تكذب انت لأنه حتى عناصرك انت الفقرة عندك يا هون العناصر الأغنية أهم منهم بكل الأحزاب بلبنان إن كان عوني ولا حزب الله ولا حركة أمان العنصر اللي معه مصاري وهو منتسب لهذا الحزب معين أهم من العنصر اللي مشحر اللي يوقف على الحاجز بيع عشورة مثلا طب هيا طبائية ليه ما وضي يكونوا ما عم قل لك إنه في شيء اسمه مساواة سقط الاتحاد السوفيتي وسقط الفكر الشيوعي مساواة ما بتصبط بس بذات الوقت ما يكون هالشلخ هالقدي بعيد يعني وهي مشكلتنا هلأ يعني الشلخ ما طبيعي وليك بعتقد كمان الشغل الوحيد اللي بتداد تجمع العالم هو الكوميدي ما هيك وحسين أنا بحضر يعني حضرت اللسان ده بكوميدي تابعك لايف كانت من أحل السهرات وكمان طلعت على الستاندبالتي رجعت حضرته وهلأ كمان عم تطلع على سكتش جديد كنا بنحكي تحت لهوا أنت بتساعد وبالسكتش ما هو بتساعده بالستاندب كوميدي بالستاندب كوميدي نقعد بالسكتشات وبالسكتشات كسيناريو مسرحية أو سيناريو هو السكريبت رايتر بالستاندب كوميدي بيكون محمد مثل مثل الأودينس الصعب الخرق إذا بدك اللي بيكون بوجك اللي هو أصعب حدا ممكن تواجهه اللي ما بيعرفك هو لأنه لا بالعكس لأنه هو كتير بيعرفني فحافظني فهو أصعب حدا ممكن يضحك لشي أنا ممكن أعمله يعني نكتة اللي عم يقولها إذا ما كانت ماشي بريتم مصرحية مثل ما أنا وياه بعرفه بقله يا عمري كتير بايخ ظالي مش هاك أنت هذا مش حسان أوق فمنلعب عن نكتة مع بعض يعني إذا بدنا نحكي عن مثل ما حكي عن لنقول حتى موس المشاكل تبع الشيعة كاركترات المشاكل عن الشيعة هذة اللي بتعيت من فوق يا علي ببعض إذا حضرته كذا أكيد لما حكينا على الموضوع أنا وياهنا عرفون لهو الكاركتر عشتون بالضبط لما يمثلون إحسان أنا شغلت يكون كمشاهد إنه إحسان لا مش هيك أوفرت شوي أه لأ هون كنت واط شوي ريتمك كذا وبعتقد كل ستاندب كوميديان بلبنان وهذه كتير بحب أولا لكل ستاندب كوميديان اللي هن نصهم رفقاتنا يعني ما بيمشي حال إنه نعمل كوميديا مثل ما بيعمل كيفان هارت برا عن المجتمع الأفريقي بلبنان بدك تضحك اللبنانية بدك تحكي بلغتهم فتنا بالأجانب شوي سنعمل نكتي أجنبية نكتي الأجنبية ما بتضحكني كيف يعني نكتي أجنبية؟ نكتي أجنبية يعني نحنا عنا مثلا نحنا بلد الكاركترز مش بلد النكتي برا بيقله كلمتين مثلا فاك يو ما بعرف شو إنه فاك زيس ما بعرف شو بيتضحك لأ أنا أنا إذا بتقلي إذا أنت طلعت ستاندب كوميدي وقلت لي مثلا كيف أخته هالبلد؟ ما بتضحك بس لما تجيبني بكاركتر مسيحي يلي برو أيني بهالبلد ما بعرف شو أو ابن عرماني ابن خيلتي عم كذا بتضحك لأنه عم تعمل كاركتر عم يمثل ستاندب كوميدي عم تنقلها للبنان هاي عم تخلت السياسة بتداول وقع الاجتماع أنا مثلا بحضرش نمر بنصف مع أنه بطل بس أنه مش للكل مش إلي بس أنا بمبصت مثلا بنور مع أنه بيلعب على الوايفينج عرصة كمان هدا مثل ويسان بيلعب على الوايفينج زكي ويسام نفس الشي بيلعب أنه طالع من بيئة سنية وكذا طول ما ضلينا بهايدا وحيات الله هنتطور كتير طول ما إحسان هلأ عم يلعب على الشيع بكرة بيترك الشيع بيلعب على الترابولسي بدأ خدالك تلعب بكل الكارت لأنهويكي نحنا بلبنان عنا كوميديا الموقف مستحيل تقلي نحنا معنا إياه ما عنا هالكوميديا اللي برا بنكتوها يعني أنا بحضر ريخية هلأ بقعد بحضر فرنس إنه لازم يكون أنا حمار بالكوميديا بس يمكن ما بضحكوني إذا أنا بتخيل مجتمعهم ايه بتضحك كيف إني بفكروا بس إنه يضحكني أنا بضحك لأمي مثلا بضحك لخية بضحك للرفقات اللي قاعدين على القهوة بضحك يا خية أولاد الحركة ابن حركة أمل بل يضحكوا فرنس ولا بضحكوا شوفي يا خية يا أبو أحمد يا أبو أحمد كوسة راني حبودي إذا ما بلشنا من هون ما هنوصل للعالمية فخلينا نبلز بالأرض الواقع تابعنا متل أي مخرش فهمان يعني يعني برجع بقولنا دين لبك يا عملتا بلشت بالواقع تابعا وبلشت بهيدا أحلى فيلم أنا إلا بحضره كدامين لعبت على الصالون الصالون من وين إجا هدا فرنسيوي الصالون صالون مسيحي بحثوا سكروا وعاد الكرم كان كاركتر وحلو كذا ده جاينا بالعليلة نعمين رجعت عملت هلأ لوين ما وعز شوي بس مش مشكلة هك بلشنا طيب ليه ما بيكون عنا كل المخرجين يعني ليه زياد برج هو ذاته بكل الأفلام يا خي وعمل لي هلا هاك وعم يغني بس السوشيال ميديا عم بيغير هدا الشي يعني أنتو أخدتو كاميرا وكسرتو الدنيا يعني أنت ما حتى بيانت بالفريم وعملتو سكتش بيعقد وضحك العالم من وين ما كان صار في دمقراطة الفن هدا الهند الأحمر اللي لعبنا على على شو ماشي هلأ يعني نتأسف انه فتنا يعني احنا ما منحب السوشيال ميديا بالمرة يعني وصارت مملك بلت الفشة تخلق وقتك كنا ميأسين من وراء الكورونا ووقفة المسرحية وما قادرين ننزع نعرض مسرح وكنا ناطرين لا يجهز الفيلم بلش شغل عليه فطلعت هاك يعني إذا بدك بحالة يأس انه قوم نصور هاك قوم نصور هاك بلحظتها يعني وكنا متوقعين من الشهر كنا مخاططين انه هيدا سكتش الهند الأحمر هو كاستنج لكذا كاركتر باللبنان انه الترابولسي اذا جبته وقلت له أثبت انه انت هندي أحمر نعطيه خلف خمسين ألف دولار انه الهنود الحمر راح ينكرده وقلنا بنا نبلش بكل كاركتر اول كاركتر انه نحنا الشيعة انه نجيب الشيعة وكاركتر علي علوية من زمان إحسان وانه ويام نحكي بهاللغة انه علي علوية من زمان ايام تقسيم كنا قاعدين انه معلمة معايشين وما كنا نحمل سكاكين ونلعب بحي ماضي ونلعب فطبول ونحنا الشيعة رب الفطبول مسيحية للباسكت حتى حتى بالرياضة في تقسيم مش معاول خرافي يا زلمان انه لعبت الفطبول الشيعة جمهور النجمة اللي رئيسه السنة شيعة الرياضة قال الشيعة بينما الحكمة مسيحية انه لا يا خي فبثبتنا بهدي بيجي طبع هند الأحمر انه بلشنا بالكاركتر الشيعة وضجت طلعت اولا حسين نوعير عمل نقلة نوعية انه جاي واحد شيء اثبت انه هو هندي أحمر لايقبت خمسةين ألف دولار والحسان انا هندي أحمر انه بس كرمال المصاري والمسيحي لو اجا كان حيقله برو وحيات العدرة انا هندي أحمر بس كرمال برو وحيات العدرة بس انه نحنا صبينا عشياء بسعر عنكم مشاكل مع سيد زينب بحابة لا سيد زينب خليها عشري زينب حاوي سيد زينب خبرية اقني سيد زينب حادي سعر عنكم مشكلة هير معه يعني لعني تقدو كل الناس هي القبل ما نطلع نحنا على الجديد هدو الفيديوهات كانت نازلي يعني المسيحي شوية نقرسوا من سكتش الكتير مسيحي هو فعليا اللي كتير مسيحي انه في شخص كتير مسيحي بالحياة يعني انه كتير مسيحي لبرحة لانه المسلم عنده بينقز منه يعني بفهمهم يعني أنا أمني مرتاحة لما يجوا يعني ما يأجروني شقة بالحدث عن جد بفهمهم بيقول لك اخي هو فاتوا على السن تاريس معقول مثلا السن جورس صارت كلها شهد الحزب والسن سيمون هو إذا طلعوا على الحدث الشيعة حيبلشوا يدقوا بالدروز يعني حيبطل بمسيحي لا لا شخص ما بتعرف فيه ما بعرف ليه بس ما قالوا نحاق الإسلام يقدروا يستأرجوا شقة بالحدث وهي صارت معي كتير أنا كنت بدلت ايه ومنوها امام حتى كرار من البلدية من البلدية يعني شي رسمي رسمي الموضوع مش معاول انا يعني هو واجهها بالتفصيل انا رحل استأجر شقة ببيت شاي كنت مكيف فيها وحاقب كنت محاولوه ميلي بتطلع على المطار ميلي على الجبل ويقبرني المسيحي والرواء تبعون وفايت أنا عرفته وقلت رح سمي حالي روي سمت حالي روي ومرت لأنه محمد ما بتزبط ايه محمد بتنقزي هيك يقولك ما أجرناها كوري بقلب الشقة وافية ومرت شعية امه روسية مسيحية فقلنا بناخده على اسم امه وإذ أخدناها على اسم امه فلما رحنا نسجل بالبلدية وأنا اسمي روي تخيل أعدات خلات عن اسمي رحنا على البلدية شو بيقولوا له بالبلدية ما أنت جوزك مسلم احتمال يجو يزوروكي ناس اسلام عم تمزح وحيات الله مثل ما عمل لك وحيات نفسي والفويس بعده عندي فقلتنا سوري ما ميمشي الحال أنتوا اسلامي طب أنا طلعت هيك بس هدا عن سورية رسمية يعني تحكي عن البلدية علنية هدا قرار رسمي لا إنه ماني جاي إخيي إذا شفتني جاي مع وحدة مشاودرة وهاك بحقلك تنقص بقول هذا جاي يحتل منطقة وولاية الفقهة يا خيي جاي كل تاتويات وجاي ومرتي أرتست ما كنت حاطت حلقة محمد عشاناك معقولة أنا قلت لها بحط حلقة وفوت مرت جاي البوس صليب هفوت راهب أنا راه ما تزبط هقلهم أنا اللي عم بشر بي يسوع بس سكنوني بيقوضة وأنا عم فاتش على الروائب هاي إن شاء الله بيسكنوني بيصوفر بين الدروز أحب عليهم هم يكون منطقة ريئة ما فيها ستان المايل أخو المنيوك بس ما ما أجد هذي لأنه في مناطق بجنوب مسيحية إسلام وبالشمال كمان مسيحية إسلام ودروز وين ما كان بجبال وين ما كان المسلم يتعبل المسيحي يعني أنا فيني استأجر بيت بالضاحية بسهول بعمل أبا بخاف برحموا فيك ترحيب بلا ولا بسهولي بسهولي لأنه بيعتبروا أنت يعني قده بديك تجيب أولاد في عمري يعني إذا سكنني حايماضي حتسيطر حايماضي يعني هلو الأداء اللي حبيبي حينزل الصبح يلاقوا فيه كامة أولاد شي عم يقول له لاغ هذا مسيحي المسيحية عشان هيك ما فيه عنده النقز من المسيحية بس أكيد المسيحية عنده نازل لأنه في عدد سكان أكبر بيقول لك إذا سأجرنا كمان من سياسة الكنتونات يعني كمان بيئة مسيحية الأحادية منرجع للأحادية كله عم يضبع بعضه يعني كله مش بتبه مش بس بالديانة بالمجتمعات يعني هلأ مثلا الالجي بي تي كيو الالجي بي تي كيو الالجي بي تي كيو بلس مثل السامسونج بتحس أنه عم يعملوا أحادية طيب ما عم تصيروا مثل الشيعة لما كانوا يقولوا محرومين نحنا مضطهدين تصيروا الأجيوتيكي أنه نحنا محرومين والمسيحي يقولوا مأكلين بالزبط إخي إذا أنت هذا شي طبيعي تركه يعني مثل واحد ملحد طاوش ربك بيقى الله كل الوقت كل شي عم يروح صوب الكنتون يوما ما بدي يسقط أنا بنظر هيك يعني بده يتفسخ خلي الاختلاف يكون موجود والاختلاف ضروري هذا عنده شعر أنا شعر ناعم أنت شقرة حلوة هو شيعي ما خصه بيربه ما عشو يقول له ما عشو يقول له ما بيين ما بيين ما بيين ما بيين ما بيين عليك شيعي أو أنه عمشه كتير شيعي شيعني كتير شيعي شفعول أنه بقرة كتير للأم 12 لا مش معقول ما طب أنا اللي عم جربة فهلأ مع مواقع التواصل الاجتماعي باعتد هيدا الشرخ عم بيصير أضرب وأضرب لأنه أنت هلأ عم بيطلع لك معلومات من محل معين من قبل كان في بتحضر المنار تحضر ام تي في ان بي ان ال بي سي ازا جابي لك ازا بدك تضحك اخر الليل اه في او تي في فيش يسمو في واحد من أصحابنا مباري حالنا أنا ما بيكون دبرس بالليل وش عم بيقدر نام وهيكا يقسين داول الو تي في بيحضرون بالضحك وبفوت ابنان مثل بس يعني معلوماتك صارت عم تجي من ميلة وحدة صح ما با عندك الانت عندك من قبل بي أنا تعودت عليه يفتح خمسة جرائد يقريون هلا ما با عندك هذا الشي وهذا الشي اللي بيخوف لأنه انتو شو صار فيكم أكيد صار في حكي أول شي على مواقع التواصل الاجتماعي في هول من سعد خليل بدريشو اسمه وجر وبعدين صار في شي من الأخبار بيجو هول اللي كمين بيعملوا هيدا الهيت نتورك وبتحس حالك عن جاد أنت خلص صار في سياتس التخوين أنت ما وقف فيك تنزل على الشرع والوع هو العالم لا قايرة صحيح ما حدا نمعك صحيح يعني أنا بتفاجأ أنه بزيز على الشرع بتلاقيه أنه هول النسبة اللي عملت هادي الضجج كلا بيطلعوا أربعة أو خمسة بالمية بس و جيش الكتروني هو جيش الكتروني هو جيش جبان بشكل مش طبيعي يعني حتى ما عنده قدرة أنه يواجه على الأرض يعني أنا إحنا استحليناش نهار يجي حدا يقلنا يخي يعدوا لننتناقش بأفكاركن وبأفكارنا و نشوف من ما استحليناش نهار نكون قاعدين عشي قهوة يجي واحد يقول لي لا أنت حكيتش غلط و يفسر بس يقول لي يخي يقول لي يهب وجه أنت حكيتش غلط ما في ولأنه حلو الاختلاف هالقعدة حلو و هالسرد حلو لو ما في اختلاف لو بقينا بعالم الكنتون لا أنا قاعد معك ولا أنت أساسا تحرفها وعملينها البرنامج اللي من زمان نفسنا نطلع عليه حبيبا ولا أنا قاعد مع المسيح اللي هون ولا أنا قاعد مع الدرس اللي حلو يعني هو أساسا علاقته كان مع وحدة مسيحية هو ملوع كتير من أنا ملوع من الطيفة من قلب الطيفة هو ملوع من الطيفة مبرت الطيفة مبرت الطيفة يعني أنه تعليقش يعني أنه أنت بتحب وحدة مسيحية بتموت فيها ولا أنه أهلا بشوفوك شيعي ما بيقبلو يزلم ولو بالالENE و Ari إنه ما حنعمدن ولا حنشاي لك عمره يتعمد ولا ما يتشايش هلأ بيصلي ولا ما بيصلي أنا بدي إياها لهالكين أنا من دونة حفوض بخبيصة حفوض بخبيصة وهي اللي بتصير إذا بنت هلأ لنقول مسلمة بتحب واحد مسيحي ما بيقبله أهلا بس في بعد هيك مشاكل اللي هلأ يعني شو؟ هلأ أكتر من قبل هلأ أكتر من قبل بس حتى مع الجيل طبعا هلأ أكتر؟ هلأ أكتر هلأ سياسة تخويف أهيا بكتير من قبل يعني أديك أنت الصراعات من قبل بالنسبة للطوايف على القصص اللي بتخوفها هلأ ضربها بمليون صح من لأنه كان بدي إسألك من قبل كان في برامج ساخرة بتتضحك على الطوايف بتحطهم بصورة نوماتية ليه هلأ صار في هلأ؟ ومين ما كان كان فين؟ يعني اليوم وصلنا سوري عم بأتشك بتحكي قبل كنا كلنا نكت ع كلنا رجعنا بعدين وصلنا لمرحلة مثل مع ديف شابل مضبوط أنه اليوم الشيعة له حق يتسيقل على الشيعة بس إذا الشيعة يتسيقل على المارونة ما بتطلق وكمان المارونة إذا بدو ينكت وصلنا لمرحلة أنا كتيرا بديقنا ديف شابل صار هيك مشكلة يعني اليوم إذا كان عنده إذا اليوم لسبيان أو ترانسجنغ أوكي هي عملة نكتة ما كان حدا نقلها شي عم بيئتها عم بيئتها ما كان عم نقول ما كان حدا نقل شي صح اليوم لأنه ديف شابل عملها ما بتقطع طب إذا واحد مثلا نص سنة نص شيعي شو أنا بقول أنا نص سنة نص شيعي بقول نكتة بقول أول نكتة بعد أنت بتجعب كافيلية شو بعمل ناس يا عادة؟ بدك تعلوم من الأول صارت مكتة يعني هلأ لنقول حدا لنقول لسبيان يجي يقول لك مثلا يعمل نكتة عن يسوع أوكي؟ أنت ما فيك تقول له يا خي أنا بحب يسوع ليه عم تتمنى أكلها عن يسوع يا خي إذا بتريد ما تحكي عن يسوع بيقول أنا حرية رأي وما حرية رأي وكذا تيجي أنت تحكي تعمل سكتة شو لنقول عن الالجيبيتي كوميونيتي طب ما صرته مثل الشيعة ومثل المسيحية ومثل السنية معرفت شو الخبرية أنه خلص فينا نكتة عميما كان تفقني جوك وعم نمزح ولو بعد المسحة في جد بس عم نمزح يمكن لعله وعسى يوعى اللي عم يسمعي فأنا في وجهة نظر تاني غير اللي أنا عم أفكر فيها شو موضوع لعله وعسى كريم العالم ما بتعرف؟ لأنه أنا روحتها لمسرحي ما إذا تروح المسرحي في بتحكي عن مشهد كل المسرحي مشهد بالدراما اللبنانية ما عم يزبط المخرج العرصة طبعا تعرفوهم كلهم اللي بيعبط على الممثل وبيقولنا أنا حقاملك بطلي نجمة نجمة عرفته بس هيك قال لك هو بت لا أنا مش قريني بكمب المسرحي أنا ممثل ها هو الكمبارس اللي مجلوق الجافر اللي هو شيعي بيحمل الضو تعرف نحنا الإسلام تاريخينا عتلين يعني لي بيحمل الضو كذا هدا الجافر دي او بي سوري بيجيبوا سوري لأنه أرخص لو ما بيعرف يضوي بس بيجيبوه وهالاخبار ودباجة وبيصير في جريمة قتل المسرحية كنا كل سنة نعملها عرضان بس للمتعة بتعرف انه كنا نضحك على المسرح لأنه ما نتمرن عليها كتير قدمهية كتير ارتجالية مخرج وممثل وممثلة جاي من المسرح اللبناني والأنا تاريخي بالمسرح اللبناني وكذا ويح مرض تمثيل يعني لأنه أكيد فيه أساتذة بالجامعات موظفين وصايت بيبقى بيفشل بحياته المهنية بيروح بيعلم الفشل تبعه هي مشكلة بيطلعوا الطلاب فيتين بيكاركتر مش عم يطلعوا من والعلم اللي كانت تحتاركوا من وين ما كان من كل الطوايف هيدا أحلى شيء هيدا أحلى شغلة صارت معنا ولهلأ بعد عم اللي هلأ بعد عم تصير يعني هلأ آخر مسرحية عم بيقول إسماعيل انطحر كان جمهورها استغربنا بالجمهور اللي إجا من كل الطوايف حتى من الطايف الشعي اللي كنا مستبعدين كتير انه ينزلوا على المصر مش بس شي عم شودرة عم تزقفنا وتقلنا ما أروعكن طب ليه ما بيضلوا هيدا الشيء وحتى هلأ علي علوي الكاركتر اللي العبناء أو حبودي وهون اللهم تقبل من كل الطوايف يعني بتفوت أطرية جديدة مربوطين فيه على عين الرماني مربوطين فيه بالضاحية مربوطين فيه إنه قدرنا بكاركترات معينة يخي قد ما فينا إنه إنه مبسطنا إنه عمل هيدا اللينك بان الكل على على اختلافهم على كل شي مبسوطين بهذا الشخص كلنا عم نعلم ذات مشاكل لأنه لبناني بحث لأنه ريني يخي لأنه حقيقي لأنه حقيقي وهم يحكي الوجع الحقيقي اللي هن إذا بتقعدهم بمطرح هيك مسكر عليهم بقلوم بكل شراحة قلب وفتح عليهم بس باب شوية نسمع لبرة مع شبيحكم فإجا شخص حكاهم بالعلن قال لك إنه واحد اثنين ثلاثة وإحنا وقعين بواحد اثنين ثلاثة بحرر هيدا الشي من؟ بحسسوا للشخص إنه عم ما يقول اللي بقلبي ومن الله حاله ما بيسترجع عالتاً لطلع إيحكي هلا بعتاد وصلنا على آخر البودكاست نحنا عالتاً نسأل وقفنا نسأل هيدا السؤال بس بعتاد اليوم نسأله اللي هو هل في أمل أنت؟ لشيعة لشيعة مش حركة أمل أنتوا بتاعتدوا في أمل أول شي حسين ومعدين محمد طيخ تماماً هل في أمل؟ يعني بدي جيوب علينا نضم كب موحزاني كب موحزاني كب باولو كويلو كب شو اسمه أحلام مستغني عرب كب تشالس بكوسكا أمير مين أنه فيك تقول لا هي ما مش مش عملي إلي جواب هي بش عارف إذا فكرة أمل أو شي بس أكيد رايحين على شي خارة كتير نحنا حالياً بالوضع اللي نحنا فيه بالبلد فيه إذا بدك هيدا النفس اللي نحنا لقطناه شوي من العالم العالم اللي عن جد بنربط حالنا فيهن يعني بالشارع أنه طالما بعد متقبلين ناس مثلنا يعني بحطوا مطارح بجراءة أيضاً على الجرح أو شي فيه أمل أنه هؤدي الناس يعملوا شي لقدام يعني لو بدي ياخد وقت هذا الموضوع والبروست شوي طويب كيف بدي ياخد وقت نحنا إذا بدنا نقيس شو قدرنا نفوت على نسبة كبيرة من الناس مسكر عليهم أكتر من ثلاثين سنة أنه يربطوا حالهم بهاي الكاركتير ويحبوا لهذا الشخص ويحتضنوه ويحموه إذا بدك فهي بحط أمل بهون الناس أنا عرفت شو؟ يعني أنا أكتر من مرة وقت صارت الأزمة يجيني تلفونات صدق تسافر وإذا بدك تسافر ما نزبط لك السفرة وبتفيل من هون إذا أنت عم تتعرض لخطر أنا الشي الوحيد اللي هيك بخليني يفكر بهذا الموضوع أنه ما فيني سافر لما أنا وصلت لمحل فتت على شخص حبني وعم يحميني إذا بدك بحبه لقلي عرفت شو؟ ما فيه أكتر كل هذا الشخص اللي آمن فيه بمحل المحلات يمكن لو إيمانه صغير لحد الله أني أتركه أبعث وفل فالأمل إذا بدك بهذا الناس بهال الابتسام الصغير اللي إجت هلأ بهذا الوقت الخرق بتعطيك آه؟ النفس أنه ممكن هؤد الناس يكونوا بيوم من الأيام بيحموك لو شو ما حكيت ومش بس بيحموك يمكن يقامنوا بالفكرة اللي أنت عم تحكي فيها ويصنعوا مجتمع أحسن من هك بكتير يعني حالا، مخرج؟ حبودي، حسد حالي، ترنتين، أبو حميت لما يبطل بعتقد لما يبطل ساف المامو علي محطوط لبرة والصليب محطوط لبرة بيصير فيه أمل فردي بس الأمل الجماعي هو اللي بتنقذي منه الأمل فردي بحس موجود الأمل فردي يعني كل فرد احتمال يعطيك أمل أنه فيه قصص حلوة حتجي هو المشكلة بالأمل الجماعي يعني المجتمع المقصوم إذا صار فيه عنده أمل يعني إذا الشيعة قاموا على السيئات اللي بالشيعة والمسيحية قاموا على السيئات اللي بالمسيحية احتمال يكون فيه أمل بس حاليا الوضع خريان على الأخر وبعتقد أنه الأمل بعتقد نخلق ونحنا لو كان وهمي يعني وإذا شفنا وهمي من المبسط فيه يعني المجتمع المهمة من المهمة ألبرت أنشتاين السلام عليكم لا 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 بالمجالة تبقى الصدق كتير قوي لحتى تأثر فيك يعني سلام لام 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 عليك كتير مبسطنا بالسرد اليوم أنا ومدعا نحن مبسطنا صور رحكينا كتير حسد أنا أبدا بالعكس سيدي سيدي في عالم تنتقدنا أنه لي ما بتحكوا بالعكس نحنا جايين نتعلم منكم نشوف أنتو كيف كنت تتجربتكم ووفولي نتعلم من هيدا الشي بليز ما توقفوا هيدا الشي لأنه عم تفتحوا مجال لناس يحكوا بريحتهم جدا يعني مش يطلع لهم عشرة ما يعرفوا يبزقوا فيهم يعني عرفتين وحد مع مرته ما بيضاين عشرة فساعة روعة ساعة روعة هادي سردة كوندوم مع حبة فياجرا شوي إباحي الحديث مش يعني إباحي بس مش طلعين على الجديد عايب عايب شباب عايب في سقف عالي شباب شكرا على السردة نحن مبسطة للأشخاص اللي بدوا نلاقيكم عمواقع التواصل الاجتماعي انت عم تشتروا على فيلم أكيد إمتى حيطلع؟ إمتى حيخلاص؟ شو سيصير؟ بالنسبة لفينيسيا بيكتشز اللي هي المسؤول لأنه هو عمير فواز أساساً هو ديستربيوتر بيبيع أفلام والأخبار فاحتمال أنه أول الربيع يكون إن شاء الله نازل كمان المهرجانات لأنه فيه المهرجانات حسب المهرجان بس أنه أول ربيع إن شاء الله وفيه إن شاء الله عم نخطط لساتكم نجمع هالكوميديانز مع بعض نعمل ساتكم حلو شرفكم هلا هذا المخطط لأنه سكتشات يخيب تضلا بإنها هي سكتشات ساتكم خلص تعمل 13 حلقة تنبص فيهم تعمل سات بتبيعون لانتفلكس أو أمازون أو شاهد مش إذا روحت على متل بايضة بيجي داركي بيقلك معك إذن تصوير أو إذا رحت عمانطة أو الضحية ولكن ممنوع تصوير فعمل نعمل ساتكم بقلب استيديو وإن شاء الله كمان إنتاج في نيسيا بيكتشيرز كمال أمير فوز وحسين الستاندب طبعك شو وضعه الستاندب طبعه بأغرب وقت فيه مصرحية فيه مصرحية كمان اللي عم نشتغل عليها كمان هي الأساس قبل الستاندب كوميدي كمان مفروض تكون بآخر فبروري أول عرض عمصرح المدينة سبعة ودمتها ضروري تحضروا ناس ممنوع يشربوا ألكول بيضطروا يشربوا ألكول وبيحكوا غلقة حجمة وبيرجع من بعدها بتنزل الستاندب كوميدي يعني من بعد ما نقلع بالمصرحية لا تريد ما شكرا سيدنا شكرا 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 شكرا